هي 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 بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة في المشهورة مع دكتور حسين الشورة يشرح ويشخص ويعالي أمراد الكبد المشهورة بيت الصحة بيت الصحة بيت الصحة بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد ومجيد أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم ويدي الحلقة الجديدة من بيت الصحة الحقيقة ناس كتيرة جدا طلبت أننا أتكلم عن الكيوريفو الكيوريفو العلاج المنتظر لعلاج فيروس سي حكيت لكم قبل كده وقلت لكم إن إحنا تقريبا تقريبا تعدينا التلات تلاف مريض تم شفاقهم من فيروس سي والحقيقة يعني كل مجموعة على حدها كانت بتكون مكون من المكونات ولو إحنا حكينا عن القصة دي طبعا إحنا النهار دا إن شاء الله هنتكلم عن السكر عند الأطفال السكر عند الأطفال وهنتكلم عن العلاجات الجديدة اللي هتنزل في آخر 2016 وتحديدا النص التاني من 2016 واللي هتتلاشى الأخطاء اللي كانت في بعض العلاجات اللي إحنا إدناها لبعض المرضى الحقيقة الكلام عن الكيوريفو كلام زو شجون لأن الموضوع نفسه موضوع مهم ظل لحد ما طلع هذا الاسم الرائع اللي هو الكيوريفو مرضى الفشل الكلوي أو الذين يعانون من مشاكل في القلاء يقفون على عتبة باب الشفاء في انتظار أن تقال كلمة السر افتح يا سمسم محدش كان لقي خالص يعرف كلمة افتح يا سمسم من مرضى الفشل الكلوي ولا اللي عنده الكلا تعباء كان قادر يقرب من العلاجات الجديدة وطبعا عندهم مشكلتين الجامعة دول بش بس فيروس سي لكن كمان عندهم مشكلة الكلة بعضهم كان بيخسل والحقيقة في أماكن الغسيل بيعملوا حاجة احترازية أنهم بيقسموا الناس نصين الناس اللي عندها سي تخسل مع اللي عندها سي والناس اللي ما عندهاش سي تخسل مع الناس السليمة فبقى العيان اللي عنده فيروس سي يدخل مكانة الغسيل مع واحد تاني عنده سي فالمشكلة كانت سنائية هو عايز يخلص من حاجة علشان ينتقل إلى الصف التاني اللي هو شايفه بعنيه والله ما عندهش سي لكنه بيخسل فقط لحد ما ربنا يكرمه بزارع كلا ولا حاجة فيبقى إنسان سوي وسلين مثل الآخرين وربنا يشفي الجميع رب إن شاء الله تظل هذه المشكلة معلقة لحد ما جاءت بارقة الأمل في كيوريفو كيوريفو هو الدول الوحيد الذي لا يحتوي على السوفالدي وإحنا قلنا قبل كده خدعوك فقالوا أن الهارفني ما فيهوش سوفالدي لا الهارفني فيه سوفالدي سوفالدي مع لدي سبيفير وإحنا حفزناك والأسماء دي فيه حلقات سابقة لكن اللي أنا عايز أقوله النهاردة أن الكيوريفو أمل كبير جدا 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 لمرضى الفشل الكلوي يعني انتهاءا بالفشل الكلوي لحد إيه لحد الناس اللي عندهم ألم بسيط في الكلة إحنا قلنا أن العلاجات اللي فاتت فيها بعض الاحتمالات إنها تعالج كانت في الأول يعني لكن هنعالجنا أنا أستفعل عندهم الكلة والحمد لله خفوا ضمن الثلاث تلف اللي خفوا معنا بس اللي أنا عايز أقوله أنه صنفنا احنا مشاكل الكلة إلى الفئة الأولى الفئة التانية الفئة التالتة الفئة الأولى اللي هي عندها مشاكل في الكلة من بسيطة إلى متوسطة التانية من متوسطة إلى خطيرة التالتة اللي بتخسل بالفعل وهي على جهاز الغسيل الكلوي طيب ماذا قدم الكيوريفو الكيوريفو الحقيقة اتعملت له دراسة ونسبة الشفاء كانت بتتراوح بين تسعة وتسعين في المية وتمانية وتسعين في المية ولقوا أنه بعض الناس اللي ما استجبوش زودنا لهم قرص واحد ريبافرين متين تركيز المتين لأننا ريبافرين يتعي بقول كلا فاحنا بند ريبافرين تركيز متين ادينا ريبافرين تركيز متين لهذه الفئة فانتقلت النسبة إلى مية في المية بدل تمانية وتسعين وتسع وتسعين اللي عندهم فشل كلاوي بقى كام بقى مية في المية من هنا بقى سلطت الأضواء على الكيوريفو وأصبح هو الحلم اللي بيحلم به كل حد عنده مشاكل في الكلة أو فشل كلاوي أنه ياخد الكيوريفو والتجربة أو الدراسة كان اسمها روبي روبي تمام؟ الحقيقة الفكرة كلها كانت أن احنا عايزين نعمل مقارنة بين الكيوريفو وبين الهارفوني وإحنا اتفقنا أن الهارفوني هو سوفوس بوفير يعني سوفالدي مع لديس بيفير لديس بيفير مع سوفوس بوفير السم نحنا الحقيقة مرضى التلايف لطلع الدرجات لأن احنا لو تفتكروا زمان قلنا كنا خايفين ندي السوفالدي مع الريبافرين للمرضى اللي عندهم ايه؟ عندهم تلايف كبت وكنا ندي باحتراز شديد جدا وقلنا أن احنا بنديه لدرجة أن بعض العيانين كنا لازم نهاتفهم بالتليفون انت عامل ايه؟ طب كويس ولا ايه؟ حصلت حاجة ولا لأ؟ طبعا احنا عارفين أن الريبافرين له مشاكل كانت لما بتدينا كنا بتدينا بالسوفالدي مع ريبافرين ولذلك لما النهاردة عيان بوصف له مثلا الداكلانزة فيقول لي كنت فينك من زمان؟ طب لما أنا بدأت في الأول ما ددمش ليه؟ فقول له ما كانش فيه داكلانزة إنما دلوقتي فيه داكلانزة ما كانش فيه هارفوني إنما دلوقتي فيه عندنا هارفوني ما كانش فيه كيوريفو لكن دلوقتي عندنا كيوريفو فبقى العيان فاهم أنا عايزة أقول لكم أن العيانين بقوا يتنقشوا معي كأنهم أطباء يعني العيانين بسم الله ما شاء الله بقوا فيه ثقافة وكأنهم أطباء بالزبط ويتحوروا ويقول لك الله طب دا ريبافرين ولا ديكلانزة احنا قلنا أن الريبافرين كان فيه ثلاث عيوب نمرة واحد بيعمل خمول شديد نمرة اتنين بيعمل فقر دم نمرة ثلاثة كان بيعمل صفرة ويزود الصفرة طبعا فقر دم تشمل ما يسمى في الطب البان سيتوبينيا احنا عندنا حاجة اسمها في الطب بان سيتوبينيا بان سيتوبينيا يعني نقص في كرات الدم الحمراء نقص في كرات الدم البيضاء نقص في الصفائح الدموية فبنسمي الثلاثة بان سيتوبينيا بان يعني كله كل الدم فيه نقص فنسميه بان سيتوبينيا بان سيتوبينيا دا كان أحد المشاكل الكبيرة اللي بتواجه الطبيب والمريض معا لما ندي الناس ريبافرين طلع بعد كده الأوليسيو والأوليسيو كان يحل المشكلة دي فبقى هنا ندي سوفوس بوفير يعني سوفالدي مع أوليسيو الأوليسيو كان فيه مشكلة كبيرة الحقيقة أنه عنده حساسية للضوء يعني العيان اللي تدي له أوليسيو تقوله ابعد عن الشمس وإلا حتحصل له مشاكل لو يقف في الشمس فكانت مشكلة الأوليسيو أنه ما ينفعش يقف في الشمس العيان فترة طويلة أو قصيرة لازم يبعد عن الشمس وإلا حيحصل له حساسية جلدية من الشمس تبقى صعبة أو علشان كده كنا بنقول أنه دي أحد عيوب الأوليسيو يبقى شلنا الريبافرين وحطينا مين؟ حطينا أوليسيو كان الأوليسيو لو تفتكروا 9000 جنيه فكان حتى عائق على المريض كان إيه مشاكل الأوليسيو التانية؟ أنه ما ينفعش مع التلايف طيب معايا اتصال من الأستاذة هناء اللي من القليوبية واللي خفت معايا من فيروس C هي من قليوب 100 حلفة 100 حلفة ولا 100 حلفة تمام؟ قليوب قليوبية تعالوا نبص على تحليلها ونكلمها على الهاتف السلام عليكم يا أستاذ هناء عليكم السلام يا فاند تحياتنا الأهل مت حلفة التحليل بتاعها على التلفزيون ألف مبروك ألف مبروك تحليلك على التلفزيون لا يوجد فيروس ودي موبايلها 010-234-2-7-10-7 010-234-2-7-10-7 ده موبايل المريضة اللي خفت من فيروس C وهي معايا على التلفون قليلي بقى فرحتي لما خفتي من الفيروس ولا شعورك كان ايه صفه لنا الحمد لله يا فاند الحمد لله يا دكتور الحمد لله البركة في حضرتك وفي ربنا الحمد لله البركة في ربنا أولا سوى أخيرا وفي المنتصف البركة في ربنا سبحانه وتعالى وشكريه قليلي بقى قصتك مع المرض كانت ايه بسرعة كده ليك كم سنة عندك فيروس C وخفنا من الفيروس الحمد لله أولا في الحقيقة دكتور الأول رفت الدكتور ودكتور قال لي عايز عينة كده ومش عارفة ايه وبعدين رفت لحضرتك حضرتك 8 سنة ودتني العلاج الجديد الحمد لله الحمد لله انت من القليوبية خدتي كم شهر في العلاج أنا دلوقتي في الجرعة التانية في الجرعة التانية ان شاء الله بإذن الله حنكمل الجرعات لأن احنا زي ما قلنا من أول جرعة الفيروس بيروح بعد كده لازم نكمل الجرعات وإلا يرجع تاني طيب عايزة متحنك كده متحن صغير بتاخدي سوفالدي مع ريبا فرين ولا دا كلانزة لا حضرتك أنا في جرعة التانية دلوقتي باقض سوفالدي بس ما قلت لحضرتك العيادة وكنا نغير بقى نغير بقى يعني غيرتي طيب ألف مبروك طيب في أي تعب احكي لنا عن تجربتك كده كان في أي مشاكل كان فيه تعب احنا بنقول أن الريبا فرين اللي هو العلبة الأولى اللي انت خطيها قبل ما نحولك على العلاج الجديد كان في الأول فيه صفرة مثلا البول لونه أصفر عينيك صفرة البول ما بين الصفار وبين لون الشاي كان فيه إرهاق مع الريبا فرين يعني احكي لنا كان فيه إرهاق كان فيه إرهاق وفيه خمول وهامدان كده وما جات لحضرتك غيرتلي العلاج الحمد لله بقت كويس طيب عايزة أسألك بس صورة الدم كانت كويسة ولا كان فيه أنيميا أو كرات دم ضيضة واطية أو كرات دم حمرة واطية أو صفائح دموية واطية لا أولا كان فيه شوية أنيميا وحضرتك زبطتها الحمد لله ألف مبروك ألف ألف مبروك وإن شاء الله بإذن الله تكمل الجرعات معانا وتبقى زي الفل إن شاء الله طيب أنا عايزة المشاهدين من شوية قلت عيوب الريبافرين هي أخدت أول علبة كانت سوفالدي مع ريبافرين تعالوا نطبق على الأخت اللي خفت وهنا عرض ما يتحليلها دلوقتي وحتى موبايلها على فكرة من باب الشفافية أنا بقرأ الموبايل وكتير من اللي بنقول تليفونهم بيقولوا اللي التليفونات مهالت علينا ده حقيقي طب أنت فين في متحلفة فعلا وجران يروحوا لها يعني بتبقى فرحة كبيرة جدا الحقيقة إنما اللي أنا عايزة أقوله تعالوا نطبق اللي قلناها دلوقتي يبقى تاني الأخت اللي من متحلفة هناء دلوقتي هناء سلامة صبيح قليوب متحلفة بدأت العلبة الأولى أو الجرعة الأولى بريبافرين مع شوفوس بوفير اللي هو اسم الدلع شوفالدي يبقى شوفوس بوفير مع ريبافرين خدت أول جرعة كان لسه مطلعشي العلاج التاني فأول جرعة كانت 28 يوم حللت الفيروس راح الحمد لله جدت جدت العلاج غيرنا لها العلاج إلى النوع التاني اللي هو دكلة تسافير مع سوفوس بوفير خدت ده فحست إن الأعراض أحسن لأنه إحنا قلنا الأعراض الأولانية كانت إيه كانت مشاكلها إيه نمرواح التعب وإرهاق شديد طبعا يا جماعة عايزة أقول إنه التعب والإرهاق الشديد فقر الدم أو الأنميا أو النقص الحاد في صفائح الدم وكرات الدم البيضة وكرات الدم الحمراء يتفاوت من شخص آخر بمعنى ممكن واحد يجي له أنميا والتاني ما تجيش ممكن واحد كرات الدم البيضة توطى والتاني لأ ممكن واحد يحس بإرهاق شديد واحد يقولك ولا حصل لحالة دي في الطب إحنا بنسميها إيه individual variation يعني فروق فردية يعني ممكن واحد ياخد الدواء يتعبه بنسبة 10% واحد تاني يقضي يقع على الأرض يطب ساكت مننا دي اسمها individual variation بس إحنا لازم لما نقول نقول كل الأعراض مش بالشرط مش بالضرورة وليس شرطا إن الأعراض تحصل عند واحد فقط يعني في واحد ما يشخش من الصفرة وإن كانوا الأغلبية بيشكوا من إيه من الصفرة مع هذا مريض التليل لو كان خد العلاجات دي هتجيله إيه صفرة ولذلك دايما نتطمن على الصفرة وصورة الدم صورة الدم بتمييل لي الهيموجلوبين فيه أنيميا ولا لأ لو قال عن 12-13 عند الستات لإني بتجيلهم دورة شهرية و14 أو 16 عند الرجالة طيب بعد كده حولناها على الدكلة تزافير وحقول دلوقتي إيه موضوع الدكلة تزافير بعد ما نسمع هذا الاتصال من الأخت اللي خفت نادية مسعود من فيوم إطسا منشية فيصل قرية اللواج أو اللواج أنا حاسمع الاسم منها حتى اسمها الحواوي يمكن أهل الفيوم يعرفوا كده الفيوم إطسا منشية فيصل قرية اللواج قرية اللواج فاحنا حنسمعها دلوقتي وقادة التحليل بتاعها ولا يوجد فيروس أخت نادية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دب أستأذنك توفت التيليفزيون ده التحليل بتاع حضرتك ألف مبروك لا يوجد فيروس معمول في الفيوم ألف مبروك قوليلي بقى فرحتك انك خفيت من الفيروس انك كنت مش مصدقة نفسك الحقيقة الحمد لله الحمد لله يا دكتر الفضل يرجع لربنا ثم الحضرتك الحمد لله يا دكتر الحمد لله انت مرتاح على العلاج ولا فيه اي مشاكل قوليلي دلوقتي حتى لو فيه مشاكل نحلها مع بعض اتفضلي ما عليش انت طور فلق معايا بس شوية انا قلت لك ساعت دي تخطف جرعة ثانية قلت لك يا دكتر ان انا بحس بوضع ستنازي فانت قلت لي بقى دي بقى في الحالب ماش قلت لي اكتب لك علاج ما كتبت قلت لك فعال بحس يعني بقى بكرش كده بجسمي هارش يعني ايوه حاضر حاجوبك حالا انا سمعات بتقول فيه علاج دي بيب بس انت الجرعة الاولى نفس اللي عطلني في الجرعة الاولى نفس اللي عطلني في الجرعة التانية حاضر حنتكلم دلوقتي ومعرفش يعني برضو بنبلغ التحية لام فهد اخت حضرتك في الثلاث طوابق لانها يعني من الناس اللي غالية على حضرتك وفي الحط لك او انا فاكر في العيادة فسلامنا الى ام فهد من التحية ربنا يخليك يا دكتور ربنا يبارك في عمر حضرتك يلا نسمع زغروتة منك بقى حشان جاوبك طيب ان شاء الله باذن الله المرجع انا ليه عندك طلب انا ليه عندك طلب يا دكتور اتفضل عيوني ما عليك شيء بس لو سمحة نعرف النقطة حضرتك بايق بس لما رأينا عليك ما عليك أن أتعذب بعض أستثيرك في حاجات عرض العلاج وأرجوك تبقى ترد عليها إن شاء الله إحنا حنعمل رقم واتسا أب دلوقتي بإذن الله والواتسا أب ده الواتسا أب على طول حتبعته أي شكوى وحرد عليها لأنه صعب أهو أرد على كل التليفونات فده بزع لنا سميني لكن ماذا يعني مش هونت على الهواء مش هونت على الهواء في أي وقت تاني حاضر حاضر وألف سلام عليك طب تعالوا نحلل حالة الأخت نادية مسعود من الحواوي فيوم إطسا منشية فيصل قرية اللواج بالجيم أو بالقاف أنا مش فاكر بس هي خفت من فيروسي تعالوا نتكلم خدوا بالكوه الأول قالت دوخة طيب ساعات يا جماعة الأنيميا تيجي بدوخة إحنا قلنا دايما الأنيميا ساعات تيجي بدوخة تيجي بزغلالة في العينين ساعات بسيطة تيجي بإن حاسس الواحد أنه بيدوخ كده والأهم من ده اللون مخطوف اللون بتاعه مخطوف وشه مخطوف ضربات قلبه سريعة ينهج من أقل حاجة لو ست في البيت بتخسل طبق تحس إنها جابت الديب من ديله ولو راجل طلع سلم في الدور التاني يسلم نمر خلاص باي باي إذن الأنيميا تيجي بدربات قلبه سريعة ويا معينين جريوا على دكاترة قلبه والحكاية بسيطة جدا أنيميا فأنا دايما بقول أي حد يحس بدربات قلبه سريعة أو بنهجان ويعمل كده هو طبعا على طول يجري يعمل إيه؟ سورة دم يا إما تحليل هيموجلوبين تحليل هيموجلوبين بخمستاشر جنيه سورة دم بخمسة وعشرين جنيه أي واحدة منهم لو الهيموجلوبين اللي قلناه في أول الحلقة في الستات قل عن اتناشر وتلاتاشر بين اتناشر وتلاتاشر كان احداشر كان عشرة كان تسعة يبقى دي أنيميا عند الست دي لو كان راجل لو قل عن اربعتاشر إلى ستاشر يبقى عنده إيه؟ أنيميا وإحنا حكينا من شوية أن الستات بيجي لها دورة عشان كده إيه؟ الدم ضعيف عندها شوية وبالتالي ده بيوصف وخلنا حكينا في حلقة قبل كده ليه الستات البهر هيف؟ في العادة إنما فيه ستات تقتل تسع رجالة وتحطهم في كياس بلاستيك لكن أنا بتكلم في المجمل الست البهر هيف عن الراجل عشان نسبة الهيموجلوبين عند الست أقل شوية الراجل اللي هيموجلوبين عنده كام؟ من اربعتاشر إلى ستاشر طيب الستات من اتناشر لتلتاشر أو من اتناشر لاربعتاشر طيب يبقى الطبيعي إن الست أقل بهر هيف شوية عن مين؟ عن الراجل عشان نختم المعلومة اللي عنده أنيميا يعمل إيه؟ يكتر من الأكلات اللي هقولها دلوقتي نمرة واحد كبدة عشان كده بقول دايما دايما بس الجزار يكون نظيف وكويس أنت وبتشتري لحمة قوله هاتلي ربع كيلو كبدة ونص كيلو لحمة دا إذا كان معك فلوس تشتري لحمة وكبدة يعني إنما نفترض مثلا يعني تمام؟ طيب يبقى لازم احرص على إنك وانت رايح للبيت تشتري من الجزار لازم الجزار يكون نظيف البيهيمة تكون كويسة مجبوحة في مكان كويس كل الشروط اللي بنقولها واحرص إنك كل أسبوع ولا أسبوعين تجيب لولادك إيه؟ كبدة لأن أستاذتنا في الطب يعلمونا إن نص كيلو كبدة أبرك من قراطين سبانخ لأن اللي باحد الكبدة على طول في الحديد السبانخ فلكن ربع الكبدة ربع كيلو كبدة أحسن من قراطين سبانخ ندخل تاني في إيه؟ التفاح التفاح يتاكل بس يتشال القشر لأنه في تكره المعلومة المهمة دي التفاح والخيار القشر بتاعهم يتعب القولون علشان كده لما نجيب تفاح أشاره ورم القشر تمام؟ لما نجيب خيار أشاره ورم القشر عشان القولون ما يتعبش طيب إيه تاني؟ بليلة باللبن إيه تالت؟ بدنجان سواء مسلوء أو مشوي خلاص فراولة وهكذا جرجير حاجات كتيرة جدا طيب حنرجع تاني الحقيقة نحكي ونقول هي كانت بحس بدوخة والأنيميا وده دخلنا في الموضوع ده ساعات تانية الحقيقة يبقى فيه ألم مكان المرارة إحنا قلنا المرارة لما تتعبنا نشاور بصباع إيه بنا بس العيان يعمل كده هو بالصباع لأنه مكان المرارة في المرارة نفسها بالصباع يشاور طيب إذا بإيده كلها يبقى الكبد اللي تعبان يبقى تاني الناحية اللي مين فيها وجع أي يا دكتور حسين أي ألم هنا يا دكتور حسين شاور لي يا باب على الألم لو شاور بصباعه تبقى المرارة لو شاور بإيده يبقى الكبد لو شاور بصباعه تبقى المرارة لو شاور بإيده تبقى الكبد ساعات لا تبقى الكبد ولا يبقى المرارة ساعات يبقى إيه؟ نزلت برد خد برد خد هوا تقل في الهدوم لبس تقيل لبس خفيف عشان كده بننصح دايما اذا هتلبس هدوم وتغير غير قد ما خلحت قد ما لبس اتنين تصحى من نوم خليك في سبيرك ودي فرصة اقول المعلومة المهمة دي اول ما تصحى من نوم ما تجريش على الحمام على طول اصحى من نوم اهدى قعد شوية ان شاء الله خمس دقايق لان جسمك كان في حالة الى حالة كان الاوتونوميك سيستم شغال دلوقتي بقى سيستم تاني هو اللي شغال سمبساتك بار سمبساتك الانسان وهو نايم هو ميت هو انسان كان ايه ميت فجأة بقى ايه بقى صحي وبقى انسان تاني خالص عشان كده يقعد في ايه في السرير بتاعه كمان يقوم يشرب مية اول حاجة علشان يعادل درجة الحرارة ما يجريش ياخد دش والمية تنزل عليه ده بيجيب له ايه التهاب في الغشاء البلوري للرأة واغلب الناس بيجي لها ده تحس بشكة كده سواء الناحيادي او الناحيادي وتبقى الحكاية بارد يدخل على القلب بقى ويروح لدكاترة ويلف ويدفع دم قلبه وفي الاخر هي ايه حاجة بسيطة خالص ما الالتهاب في الغشاء البلوري في الرأة يعرفها ازاي اللي الشكة تيجي مع النفس شكة زي الدبوس مع النفس وقف النفس ما تجيش لايه الشكة عشان كده منفرق بينها وبين اي مشاكل تانية بحطة انها تيجي مع ايه النفس بين الداحة مضاد حية وبسيط وحطة مسكن ومضاد للالتهاب بسيط اسبوع والرجل يرجع زي الفل انما لو رجع اتعرض للهوى تاني تيجي تاني معايا الاستاذة مونة على التليفون وغالبا هي احد الحالات اللي خفت معانا حاجة اسمها كفور النيل ولا كفور النيل كفور النيل كفور النيل لا القرى بعد الفيوم طيب انا حاول التحليل الحاجة مونة امام علي اللي خفت من فيروس سي امام عبدالعلي مونة امام علي عبدالعليم اي طيب قدل التحليل اهو معمول في الفيوم يا جماعة في شارع مصطفى كامل امام صيدلية الاسعاف معمل القدس لا يوجد فيروس الف مبروك هي ممتك ولا اه مش كده لا لا هو اهو انا مونة امام انت مونة اهلا انه سهلا الف مبروك يا مونة الف مبروك وعايز تحكي لنا في دقيقة مش اكتر اه ايه اللي حصل اه اه معاك اتفضل قلنا انا رفع علمت عن تدكتور من سانة فاتف تمام اللي عندك بيروس ام بس ليت وشي مكتوف كده وبطل كده على طول انا اعمل حاجة ده على طول تمام اه رفت لسيادتك الحمد لله والفادمى الرب انا اولي كده الف مبروك انت في العلبة الكام في الجرحة الكام يا ماما اه التانية ان شاء الله التانية ان شاء الله بتاخد الريبافرين مع السفوس بوفير يعني اه اه طيب ان شاء الله غالبا نحن نغيرلك بقى في الجرحة اللي بعدها بالحاجة الجديدة اللي ملهاش اثار جانبية خالص ولا تعمل خمول ان شاء الله يا دكتور بركة فيك يا دكتور ولا تعمل خمول ولا تزود السفرة ولا تتعب المرارة ولا تتوطسوا في الدم نبطات قلبي سريعة كده يا دكتور اخمامبس ديه الاولان بيعمل اناميا ويعمل ضربات قلبي سريعة وننهج وحقول ليه ننهج دلوقتي حد زغراتي ولا ولا مش حد زغراتي لا مالش اللي عندي هلمنتوقت والله طيب ولا يهمك ربنا يرحم المتوفق الله يخليك ويشفيك ويديم عليك الشفاء ويا رب ان شاء الله ويجعلها اخر الاحزان اعزائي المشاركين حنقول دلوقتي ليه اللي عنده انيميا بينهج ليه اللي عنده انيميا بينهج الحقيقة هو بينهج علشان حاجة مهمة جدا يا جماعة جدا انه لما احنا بنتنفس يا جماعة بندخل اكسوجين مين اللي بيشيل الاكسوجين ده كرات الدم طب هو الدم عنده قليل فخدت النفس مش لاقي دم مفيش هيموجلوبين زيادة يتحد معاه مين الاكسوجين احنا عارفين ان الاكسوجين اللي بنتنفسه اول ما ناخد الهوى ناخد الهوى مين الاكسوجين الاكسوجين اللي بنتنفسه يدخل على مين على الهيموجلوبين اللي هيموجلوبين يشيل الاكسوجين ويدخل بيه طبعا احنا خدنا النفس ما لقيناش ايه هيموجلوبين يشيل النفس عشان كده تلاقيه من اول دور يعني ينهج طيب الحقيقة اللي انا عايز اقوله بس كلمتين في حاجة اسمها جراس بريفير جراس بريفير إيه حكاية الجراس بريفير وباس بريفير الباس بريفير والجراس بريفير حاجة يا جماعة اسمها مربع مارك هتسمعوا الأسماء دي بعد سنة الأسماء اللي هقولها دلوقتي هتسمعوها إمتى بعد سنة الدواء ده بيجيب نتيجة 100% مع مرضة فيروس C النوع الرابع اللي موجود في مصر وإحنا قلنا فيروس C ست أنواع النوع الأول في أوروبا الثاني والثالث في أمريكا الرابع في مصر في الخامس والسادس بعد كده نسبة النجاح 100% ده إمتى حينزل في آخر 2016 قبل 2017 حيتخد ازاي؟ كابسولة واحدة على فكرة مربع ميرك ده أو ما يسمى بالجراس بريفير باس بريفير ده الحقيقة نسبة نجاحه زي بقولت 100% كابسولة واحدة في اليوم ثلاث شهور فقط قوته خمس مرات أد الهارفوني خمس مرات أد الهارفوني شوفوا بقى احنا قلنا الهارفوني ده بيحل كل المشاكل وهي ده خمس مرات أد الهارفوني فأنا كل اللي بقوله بالكلمة دي إنه الأمل مفتوح تماماً للي عندهم مرض فيروس سي لإنه اللي ما خفش عن نوع ده هيخف عن نوع ده احنا طبعاً إن شاء الله يوم الخميس بإذن الله تعالى في سوهاج ميدان العارف أمام قسم شرطة أول سوهاج يوم الجمعة في لقصر بإذن الله تعالى شارع التكوين المهني من شارع التلفزيون أما يوم السابت فاكمومبو برج الأطباء حي الظهور الأطفال اللي عندهم سكر احنا قلنا قبل كده إن احنا بنتعامل معاهم زي الكبار بمعنى صحيح هو بيغلب الأم لكن اوعد سي بيبدك سكره ويعلى عن الحدود الطبيعية حفظنا الناس المرة اللي فاته غالباً بياخدوا إنسولين لإن ده النوع الأول اللي ماينفعش ياخد إيه ياخد أقراص فقط لا خالص ده بياخد إنسولين لإن احنا حتى النوع ده بنسميه إنسولين ديبندنت إنسولين ديبندنت دايابيتس ميليتوس يعني إيه بالعربي يعني هذا النوع الأول المعتمد على الإنسولين علشان كده الأم تصحى الصبح لو لقيت سكر ابنها أو بنتها الطفل معداش المية واربعين وما قلش عن سبعين يبقى هي ماشية صح لا تيجي للدكتور حسين الشورى ولا تروح لدكتور سكر تاني وربنا يبارك لها في ولادها والأمور ماشية كويس تيجي بعد الغدى بساحتين تقس السكر لبنها أو بنتها لو كان لا يقل عن السبعين ولا يزيد عن المية وستين يبقى سكرها كويس البنت دي لا تجيبها للعيادة ولا تودها لدكتور تاني العيادة أما إذا كانت الأرقام أعلى من كده بكتير وإحنا بنده عشرين درجة كمان زيادة يعني نقول إيه من سبعين لمية واربعين وبنقبل لحد مية وستين بعد ساحتين من سبعين لمية وستين وبنقبل لحد مية وثمانين إنما الأرقام طلعت ميتين وكسر تلتمية وكسر ربعمية وكسر تكتب على الجهاز هاي يعني الجهاز مش عارف يعد السكر السكر عالي لدرجة إنه مش عارف يعده طبعا دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا 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 ليه مرضى السكر بيتبولوا كتير سؤال كتير اتسألته لأنه الكلى الحقيقة لما يدخل السكر اللي في الدم ده كتير 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 عليها مش عارفة تعمل ايه فباضطر تنزله في البول مع مين؟ مع البول هي يا عيني جاي لها ضغط شغل ضغط جلوكوز 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 الجسم ما خدوش إنت كلته حضرتك أو الطفل ده أو الكبير كله كله دخل الجسم معارفش الجسم يعمل فيه ايه ما تحرقش الجلوكوز ده ولا العيان ده جيري وعرق زي ما بنقول لو عرق إيه بقى السكر نزل ولا في حاجة حصلت فبالتالي الجلوكوز عالي جلوكوز لما يحلق يروح لمين؟ الحمل يجعل كله علشان كده بعد سنين لو السكر مش بتزبط الكلا بتبوز وقلنا بنعمل لها تحليل بدري بدري العيانين بيستغربوا ساعات بطلبنا من العيان يقول لي كليتي والله ما اشتكت منها كليتي والله ما تعبتني كليتي أقول له يا حبيبي ما تعبتكش بس عايز أطمن على كفائتها لأنه التحليل ده يخليني أعرف هي بتئن ولا لأ الكلا ما بتصرخش ما بتعيطش ليس لها صوت كهديل الحمام ولا زئير كزئير الأسد لها تحليل يطلع في البول أنا بدور عليه أو في الدم أعرف أن الكلا يعيني مزنوقة مضغوط عليها الكلا فالكلا ساعتها بيبقى فيها مشكلة أنها بتضطر تنزل البول كتير ليه بتنزل البول كتير؟ عشان تنزل معاه السكر فلما البول ينزل كتير يبقى السكر عالي عشان كده عيان السكر اللي مش متزبط بيدخل الحمام كتير وساعات البولي صحيم منهم 3-4 مرات ليه؟ الجلوكوز كتير دخل الكلا الكلا خدته رميته في البول نزل البول كتير كل شوية هو مش فاهم أن كده بينزل الجلوكوز الزيادة وكمان يعتش معه الميا ما فيش احنا بنزل الجلوكوز مع مين مع الميا نزلة في البول فجسم يطلب تاني علشان كده يعتش عزيزي المشاهدين ان شاء الله احنا عملنا مركز كبير زي ما حكينا قبل كده في 84 شارع المانيال 84 شارع المانيال محطة الغمراوي كل يوم من 10 الصبح لحد 6 بالليل 84 شارع المانيال رقم التليفون اللي أتمنى نحفظه ونتواصل معاه قبل مختم الحلقة اللي هنحفظه دلوقتي وهو 25-32-302 لو أي حد عمده شكوى يطلبني على الرقم ده وحرد عليها 25-32-302-25-32-302-25-32-302-25-32-32-302-302 هو الرقم اللي أي حد بيكتب شكوى هرجع رد عليها 25-32-302-25-32-302-25-32-302-25-32-32-302-25-32-303-302 أمنوا معي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووحدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بزنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصئتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع خلوبنا وجلاء أحزاننا وزهاب همومنا وغمومنا وأرحم الراحمين اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في يده أخيك صدقه وقال أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم وختامنا ابتسام بيت الصحافي المشهورة مع دكتور حسين الشورى يشرح ويشخص ويعالج أمراض الكبد المشهورة بيت الصحاف بيت الصحاف بيت الصحاف اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر